تقوم بيئة ويندوز بتذكر ملفات نصية او رسومية او ملفات صوتية او ملفات فيديو المستخدمة حديثا حيث يمكن استرجاعها والعمل عليها بسرعة بدون استعراض كثيرا من النوافذ ونوضح كيفية فتح المستندات المستخدمة حديثا اولا نحتاج الى انشاء مستند فنستخدم برنامج not bad لانشاء ملف بسم الله الرحمن الرحيم وحفظه باسم gfile على الاستوانة ثم نغلق برنامج المفكرة not bad والاسترجاع الملف ننقر فوق الزر ابدأ الموجود على شريط المهام ثم نقوم بالاشارة على my documents فتظهر قائمة المستندات محتوية على جميع الملفات المستخدمة حديثا فهل نشاهد الملف gfile الذي انشأناه حديثا بالطبع الان نختاره من قائمة المستندات فنلاحظ فتحه في برنامج not bad بسهولة اشتركوا في القناة